السلام عليكم سوف نحل أمثلة على شابتر 2 و 3 وهي شابتر الأخطاء و قياس المسافات الأفقية بشريط القياس سوف نرى الأمثلة و سوف نرى الشر حتى لا نواجه صعوبة نحل نوعية أسئلة محددة سوف نحل بطرق و نرى ما سوف نقوم بعمل أمثلة و ما سوف نتعامل سوف نعرض الموضوع تحويل الزواهي مثل ما قلنا نقوم بعمل ثلاثة أنواع الزواهي ثلاثة درجات أو نحن نقوم بعمل المحاضرة و نقوم بعمل نقوم بعمل X على 180, X على 200, X بالرديان على باي دعي هذه المعادلة في بالي راح اي معادلة تجيني على التحويل انا اقدر اتعامل بها و اقدر اتجيب بها نتيجة هذه X هي نفس هاية و نفس هاية هذه X هي بالدقري و هذه X هي بالغريد و هذه X هي بالرديان وكأنما هو نفس الشخص يتحدث مثلا كمثال يتحدث ثلاث لغات فهاية لغة شكل هاي لغة شكل و هاي لغة شكل بس هي بالمحصرة هي كأنه نحشي كمفهوم هن كل هن ينطن نفس القيمة بس كل واحدة بقيمة او بكل واحدة بالنظام مالي تاني ومن نجي هسا هنانا هذا كمثال مثلا يقول احول هذي اللي هي درجة دقيقة ثانية الـ grade شون هاي اجي احولها من الجوابه على هاي المعادلة المالتي الجزء اللي راح احتاجه من عنده هو شنوه ما يخص الـ degree هذا وما يخص الـ grade يعني هاي الـ radian ما راح احتاجه راح يصير عندي هاي المعادلة المالتي هاي الشهر راح اجي اتعاملوا معها الزاوية أنا عندي بالدقري فلازم هاي انا بمكان X احط هاي الزاوية وهذا هو الـ grade اللي هو راح يكون عندي هو هذا الرقم المجهول فاول ما نجي شون راح نجي نتعاملوا معها لازم طبعا هاي هنانا عندي درجة دقيقة ثانية لازم احول الثواني والدقائق احولها كلها درجات بعندي طريقتين يعني اما ااجي بهذا الشكل راح اجي اول شي اغير الثوانى أغيرها للدقائق وبعندين كلها راح اصر عندي دقائق والدقائق هاي كلها راح احولها لكن بالدرجات بها الشكل هذا حول هي الى دقائق الثوانى وبعدين أنا حول المجموع يا جي اجمع هذا الرقم وي 22 يلي هاي الدقائق ويصدر عندي هذا كله بالدقاء وهذا كله أقسمه على 60 راح يطلع عندي هنا بالدرجات أضيفه للرقم الكلي اللي هي 142 وراح يطلع عندي 142.3707 فهنا هاي الزاوية اللي طلعت عندي راح أجي أتعامل وياها بهاي المعادلة اللي حجيناها بهالشكل هذا راح تطلع عندي بهذا الشكل هاي بركريد أو أجي أتعامل وياها بالكالكوليتر شو راح أجي أتعامل وياها فأجي هنا شو راح أجي أدخل هذا الرقم أدخله بالكالكوليتر راح أقول 1.4200 أضغط هذا الرقم عفوا هاي المفتاح حاسبه بالكالكوليتر ف120 ديست هذا و14.5 وديست هذا بس شو افتهمته الكالكوليتر افتهمته أنه أنا عندي 142 درجة و22 دقيقة و14 ثانية اضغط بهالشكل هذا افتهمته الحاسبة بهذا الشكل أنه هي درجة ودقيقة وثانية هذه بيش راح أضربها راح أقول في 200 تقسيم 180 تطلع عندي هذه هاي طبعا هنا أنا طلعت لدرجة دقيقة ثانية أنا ما عندي هنا لدرجة دقيقة ثانية فأضطرش أسوي اضغط على نفس المفتاح فلش أن طلعني طلعني هذا بالقريد اللي هي 158 و189 ستة سبعة بهذا الشكل المثال الثاني عندي واحد راديان أريد أحوله إلى دقري واحد راديان أحوله إلى دقري هس العلاقة بين من بهاي المعادلة لما صارت صارت بين هذي الطرف وهذا الطرف يعني هاي دقريد أنا ما أحتاجها فإن أنا جان أخذنا هاي المعادلة مالتنا الأكس هي موجودة عندي عندي مالي راديان يعني ما معنى أنا إذا أريد أحول راح أحصر آني الدقري بيش أقول أقول الأكس بالرديان في مئة وثمانين على باي في مئة وثمانين على باي راح أقول واحد في مئة وثمانين على باي فتطلع عندي هاي الزاوية نفس الحالة همين أن نقول مئة وثمانين تقسيم باي ويساوي لي سبعة وخمسين بوينت ثمين تسعة خمسة سبعة باي بهالشكل هذا شوفوا ساي أي شي يجيني أو أي سؤال بهالشكل هذا أنا أقدر أحل بس أخلي هاي المعادلات أو العفو هاي المعادلة خليها في بالي راح أي سؤال يقدر يجين تحويل من أي نظام إلى نظام أنا مو عندي مشكلة بي وأقدر أجيب بي نتيجة المجموعة المجموعة الثانية من الأمثلة راح نتكلم عن المقاييس مقياس الرسم نحن طبعا حجينا على مقياس الرسم بالمحاضرة الفيديوية بالفصل الثاني نحن نعيد التعريف من مقياس الرسم هو عبارة عن طول خط مستقيم معين على الخارطة مقسوما على طول نفس الخط على الأرض وذلك باستخدام نفس وحدة القياس نجي هنا على نفس وحدة القياس هاي هنا نجي نجر جواها خطة وهي شنو معناها يعني أنا هنا دائما الديستنس على الماب أنا راح من أجي أقيس على الماب القياس اللي راح أخذه يا أما راح أجي أقيسة أنا أكيد أقيسة يا أما بسانتيم يا أما أنا أقيسة بالمليمتر يعني ما ما أقول أنا على ماب راح هجي أقيس بالمتر أو راح أقيس بالكيلومتر فهنا أنا أتوقع الوحدات اللي راح تطلع عندي هي تطلع عندي يا أما بالسانتيم يا أما بالمليمتر لين أنا الديستنس على القرامด إذ retir على الأرض راح أتوقع يا أما أتطلع حتى لو مستعملها بجمع في كان devenيت هكذا نقول مهجم turn نظام قليلة التونية نقول حين نظام的 Wa프 k,a,a حتى التونية يجب أن أحوالها بالملي متر حتى يظهر عندي المقياس بصورة صحيحة هنا عندي مثال ديستنس على الماب 500 ملي متر وديستنس منطنياها 5000 متر هنا نجد 5000 متر هنا يريد من عندي مقياس الرسم مع الخارطة بدون تفكير نجد 500 متر على 5000 متر ونجد هذا يطلع 1 إلى 50 متر هذا ليس 1 إلى 10 متر هذا ليس صحيح لأن هذه ملي متر يجب أن تخذيها ببارك وهذه هي بالمتر فهذا سيصبح عندي هذه بالملي متر وهذه بالمتر سيصبح عندي 1 إلى 10 متر هذا المقياس الرسم يطلع عندي 1 إلى 10 متر وإنما 1 إلى 10 متر المثال الثاني هناك بهذا المثال الرقم 3 من حتشينه احنا أخذنا مسافة خطية هناك مسافة خطية كخط أخذنا الديستنس هناك المقياس إذا كان عندي مربع إذا كان عندي مساحة هل قد أبعادها والخارطة اللي مرسومة بها هي 1 على ألف فشو رح أني أوجد الـ 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 بشكل هذا سنجعل هذا المثال ما لدينا منطيني أريد 2500 متر مربع بالمتر المربع هناك منطيني ومقياس الرسم اللي هو 1000 طبعا مقياس الرسم سيكون عندي خطي مو مربع 1 على 1000 يريد من عندي المساحة على الخارطة أو الـ 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 كل 1 سنتيمتر على الخارطة يقابل 10 متر واضحة بالنسبة أنه كل 1 سنتيم يقابل 10 متر على الطبيعة وإذا ربعنا 1 سنتيمتر مربع على الخارطة ما أتحدث لأن خلق 10 في 10 يعني Calma ما اعلم 1 سنتيمتر contract المساحة هناك المساحة على على الـ وعلا 2500 متر وإذا الخارطة إذا أربحها ستطلع عندي 100 متر مربع فهذا معنى المقياس الذي سيبقى عندي هو 25 سنتيمتر مربع بهذا الشكل العلاقة التي لدينا هي بس هنا شوية أركز على هذه 1 سنتيمتر مربع يساوي ل 10 في 10 يساوي ل 100 متر مربع هذه هي بس هاي اني ركز عليها لأنه شوف ربعة المقياس يلا قدرت استخدمه لأن هنا قياس مالتي هو لينيار وهنا عاني عندي أيريا فهي راح تكون عندي بيها طول وبعرض راح ليجي همينة انميز بين الطرق مع الحساب القيمة الاكثر احتمالية والخطأ القياسي لأي قيمة هنا انا اكو عدنا عدة حالات فاريد اين انا اريد مميز هاي الحالات الشور راح تشتغل يعني بين الحالة انا هان اذا عندي set of measurement او multi set of measurement او اجي استخدم قانون تراكم الاخطار شوك تستخدم هذي مش شوك تستخدم هاي الحالة وشوك تأجي استخدم هاي الحالة ويا هي من عدهن من ابا وعسوال رأسا راح من البداية انا اقدر احدد الطريق اللي راح استخدمها باي وحدة من هذاني الطرق انا سنجي حتى نميز بالبداية هاذي هي شنوة وهاذي شنو هاي شنوة النوعية الاولى فلنفرض فلنفرض النوعاني احنا متوزعين بالجزء العملي مثلا بالعملي اكو قروبات تشتغل هاي القروبات هي مجموعة من الطلاب هذول الطلاب دا يستخدمون اجهزة مثلا نحن اذا ننته كمثال دا يستخدم جهاز مثلا شريط قياس فهذول هم نفس الاشخاص ونفس شريط القياس نزدو ويقيسون مجموعة مسافات هاي المسافات هي شنسميها نسميها اكس وان القياس الاول القياس الثاني نسميه اكس تو القياس الثالث نسميه اكس تري وشوش قد ياخذوا قياسات اذا كانت اربعة وخمسة فهنا نقول انه هما اخذوا اني من القياسات فهنا انا اش راح يصير انه هذانه القياسات كل لاخذوين ان كل هن نفس الوزن كل هن نفس الوزن وكل هن ما اقدر اقول واحدة احسن من اللخ ليش لانه هما نفس الاشخاص واستخدموا نفس الشريط القياس وفي نفس الظروف هما قاسوا هذا القياسات فإحنا شنسوي؟ رح نجي نخليها بهذه المعادلة ناخذ القياسات اللي أخذوها جد هي N 4 أو 5 أو أخذوا 3 ناخذ المجموع مالتين ونقسمها على عددها فإنه شنسوي؟ رح يطلع لي القيمة الأكثر احتمالية من مجموع القياسات اللي هما قاسواها زيان. هزا نجي على الخطأ القياسي. هننا نقول هنا بالعنوان القيمة الأكثر احتمالية والخطأ القياسي. فإن نستخدم هاي المعادلة اللي رح تمطين وهذه هي الخطأ القياسي لأي قياس وهذه هي الفي اللي هي هنا ندى نقصد بها يعني وشي ببداية لازم احسب الفيات بعدين ارباحها يلا بعدين اجمعها بعدين على الناقص واحد اللي هو ان عدد كم تكرار صار عندي وهنا بالاخير راح اجي احسب الخطأ القياسي اللي هو مال القيمة الاكثر احتمالية اللي هو السجما اكس اي اللي حسبته سقبل جوية على جذر ان الان اللي هو القيمة نفسها الكم تكرار صار عندنا فالانا صار واضح بالنسبة لي انه هذي هي نفس القياسات اخذوها نفس الاشخاص ونفس الاجهزة ونفس الظروف هاي شو كنت اجي استخدمها اللي هي المولتي سيت اوف مايجورمات من اسمها يعني ما معناه اني دزيت مو بس مجموعة واحدة دزيت مجموعة الاولى مثلا ومجموعة الثانية مجمع مجموعة الاولى ومجموعة الثانية الثانية همينة اخذو مجموعة قياسات اخذو مجموعة قياسات فهذا ان القياسات مالتهم همينة اش راح يسولهم راح يجون يستخدموا نفس هاي المعادلات بالسيت اوف مايجورمات اللي هي الحالة الاولى جوي يستخدموا هاي المعادلات ونفس المجموعة الاولى اش سوهوا بالحسابات مالتهم المجموعة الاولى المجموعة الثانية اجدت نفس الطريقة اجدت همين حسبتها القيمة الاكثر احتمالية والخطأ القياسي هاي شو كنت راح استخدمها المجموعة الاولى والثانية المجموعة الاولى والثانية هم قاسوا نفس الخط وكل مجموعة صار عندها قيمة اكثر احتمالية وخطأ قياسي فاني انا بهاذه الحالة الثانية انا هي هاي الحالة اللي راح استخدمها بحيث انا اوجد مجموع القيم الكلية مع المجموع الأولى ومجموعة الثانية حتى أوجد من عندهم قيمة وحدة وخطأ قياسي هاي البي شنو هاي البي هذي شو تمثلي هذي تمثلي الوزن شوف هنانا احنا من اجيانا هاذي المعادلة هي نفس هاي بس هنا بمكان البي احنا شحطينا حطينا واحد فهنانا صار عندي اكس وان في وان زائد اكس وان في وان زائد اكس ان الى اخره زائد اكس ان في واحد على واحد زائد واحد ولهذا السلوجة عوضها اخلي واحد لتطلع نفس هاي المعادلة الهم راح يصنع عندي اكس وان زائد اكس تو الى اكس ان على مجموحا اللي هي راح يطلع عندي اكيد ان بس هنا هذا الوزن شو يمثلي يمثلي القيمة مال واحد على مربع الخطأ مال المجموعة اللي اشتغلت المجموعة الاولى او المجموعة فهذا نشوف بالامثلة شون بالضبط شون دا تشتغل العملية بس اريد ان فرزن انه هاذي هي طريقة مال سيت واحد هاي المولت سيت يعني اكثر من مجموعة دا تشتغل فنجي نحسبها بهذا الشكل شوف اينا الخطأ القياسي لأي قياس شو صار عندي صار عندي في تربيع في البي على الناقص واحد ضربناها بالبي بالوزن واهنا نجينا سيجما اكس اي ساوينا بلاس ماينوس السيجما نوت اللي هو الخطأ القياسي لأي قياسي اللي حسبنا منه على جذر بي وان زاعد بي تو على البي ان اللي هو كان بالحالة الاولى هو على جذر ام شوف هنا انا صار عندي على جذر بي وان زاعد بي تو زاعد بي ان العفو الى البي ان الحالة الثالثة اللي هي تواجهني اللي هي الورار بروبوكيشن اللي هي جي اتعامل وياها اهنا بالخطأ الغير عفو حساب القيمة الغير مباشرة اللي هي شون الصين هنا مثلاً بالحالة الأولى وحالة الثانية إذا دانيح تشعر مثلاً على فت قياس مسافة هذه المسافة خلأ أفرض أنها هي مسافة AC هنا هاي مجموعة قاستها وحسبة قيمة وخطأ قياسي وجدت أنه مجموعة ثانية أهم من قاست الـ AC حسبة القيمة الأكثر احتمالية والخطأ القياسي وصار عندي اثنين قيمة وخطأ قياسي وجدت استخدمت هذه المعادلات الملتسيت حسبت قيمة وخطأ قياسي الأرور وبربوغيشن هي شنو أنه أنا خلأ أقول هي نفسها المسافة AC نفسها مسافة AC وجدت أنا شون قصتها جدت جزئتها إلى جزئين فقلت مسافة AB وبعدين BC فبما كان ما حسبتها مباشرة كقيمة وحدة AC مثل الحالة قبلها لا أنا شكلت قرأ أقول لا راح أجي أقسمها أقول AB وبعدين BC يعني ما معنى أني من راح أجي أحسب القيمة مع AC شو راح أسوي راح أجي أستخدم معادلة رياضية اللي هي راح أقول AB زائد BC يلا أقدر أنا أحسب قيمة الـ AC فأي معادلة تجي تستخدم أي شي تستخدم معادلة بي حتى تحسب القيمة اللي هذا القيمة الأكثر احتمالية فأنت شو سوي تجي تستخدم الأرار بروبوغيشن معادلة الأرار بروبوغيشن هذه اللي سنجيها بالتفصيل هذه هي شتمثل لها اللي احنا مثلا هزا احنا من قلنا AB وبسي فأكس وان هو ش راح يصير راح يصير AB وأكس تو هو يصير عندي الـ BC أما قيمة الـ Y فهي شنو هي الخطأ القياسي ما للمسافة AC حسنا راح نجي نشوف الأمثلة بهاي الحالة شون ينحل بهاي الحالة شون ينحل وبالحالة الثالثة شون ينحل حسنا أباوع أشوف الصيغة اللي راح تجيني إذا كان set of measurement أو multi set of measurement أو error propagation هنا أنا بالحالة الأولى لو نباوع على يدي يقول لي أكو خط مستقيم هذا الخط أعيسي أربع مرات وهذه القياسات هي 1234 يريد من عندي القيمة الأكثر احتمالية والخطأ القياسي المولتسيت شوف صيغة السؤال إيش أن ده صير عندي أنه آني عندي القيمة مع المسافة اللي هي هاي مثلا نسميها group 1 group 2 group 3 وهنا نقول هذا الطول وهذا الطول هي نفس المسافة هذه وهذه وهذا بس هنا لن نباوع وياها شنو وياها standard error هذه المسافة الأولى وياها standard error مسافة الثانية standard error والمسافة الثالثة وياها standard error يعني تختلف عن الحالة الأولى لن نباوع هذه ما معناه هي نفس هاي ونفس هاي ونفس هاي هذه هنا تختلف هذه قيمة وخطأ قياسي هذه قيمة وخطأ قياسي وهذا قيمة وخطأ قياسي أما هسا نباوع شنو الفرق بين هاذي الحالة الثانية والحالة الثالثة أنه لو نباوع هنا صحيح أنه عندي مسافة وخطأ قياسي مسافة وخطأ قياسي بس هاي المسافات هي نمو نفس المسافة لأنه هسا هاذي هي نفس هاي هي نفس المسافة وأنما هاذي group أول قاسي وهذا group الثاني وهذا group الثالث أما هنانا لا هاذي هنانا احنا مقسميهم المسافة من واحد إلى ستة احنا مقسمين طول خط مستقي مقسم إلى ستة أقسام فهاذي الأول ما لا علاقة بالثاني يعني ذا قلنا ABC ICD وهكذا إلى الأخير مجزة مو نفسة بس هناش عندي عندي الطول مالتا والخطأ قياسي هذا يختلف عنه بيطول خطأ قياسي هذا بيطول خطأ قياسي وهذا كذا إلى الأخير هسه نجي هذن الشرح ينحل هسه وراء ما ميزنا بالبداية انه هذا الحل الشرح ينحل الحالة الأولى والحالة الثانية شون تتصير والحالة الثالثة شون تتصير وشون الفروقات اللي بينات اللي تتصير بأسئلة وبصيقة السؤال هسه نجي الشرح ننحل هذ السؤال اللي هو عندي 1 2 3 4 أربع قياسات هذه القياسات بدون خطأ وهي نفس القياسات لنفس الخط المستقيم فاش راح أجي أحسب راح أجي أقول انه مجموح هذن القياسات على أربعة مجموح القياسات على أربعة فطلع عندي بهذا الشكل راح أجي وراء أجي شو أجي أحسب ال V هذه هي القيم الأربعة اللي موجودة عندي أطرح من عندها القيمة الأكثر احتمالية فطلعت عندي 1 2 3 4 V هاي ال V الأولى أربحة V الثانية أربحة والثالثة أربحة والرابعة أربحة هنا أنا بهالشكل هذا راح أربح و بالأخير شنو أجمع حين راح أصير عندي بهذا الشكل راح أجي هذي راح أجي أقسمها هاي القيم أقسمها على أربعة أربعة هي شنو أربعة هي العدد التكرارات واحد مية ثلاثة أربعة وأربعة ناقص واحد يسأوي لي ثلاثة وبهالشكل هذا راح أجذر هاي يطلع لي هذا الرقم هذا الخطأ القياسي لأي قياس الخطأ القياسي للقيمة الأكثر احتمالية اللي هو نفسه هذا الرقم حسنا اللي حسبنا على جذر M اللي هو أربعة راح يطلع عندي بهذا الشكل 0.0188 5 متر فالشكل هذا ينحل هذا السؤال اللي هو سيت واحد قياس مباشر سيت واحد من القياسات اللي هي القياسات مبيها خطأ وأنما تكون هذه القياسات نفس الوزن ونفس الأشخاص ونفس الظروف مقاسة نيجي هسا هنا الطريقة الثانية اللي هي المولتي سيت السؤال بهذا الشكل هذا راح يجيني عندي نفس المسافة من قيوس عدة مرات وياها ستندر إرام واحد مئين ثلاثة هنا راح أجي شراح أساوي راح أجي أستخدم هاي المعادلة معادلة المعدة الموزون الوزن هو شي ساوي لي واحد على مربع الخطأ الخطأ هو هذا هنا بهذا الشكل هذه القيمة الأولى X1 X2 X3 الخطأ الأول هو 0.007 أجيبه من الجدول 0.007 0.009 0.014 راح أجي هنا هذا بهذا الشكل حولته إلى مليمتر لأنه هسا هذه بالمليمتر راح أقدر هاي هنا أقدر أحولها بالمليمتر حتى سهل على نفس الحسابات يصير واحد على سبعة تربيع على حسب هاي المعادلة ما الوزن واحد على سبعة تربيع واحد على تسعة تربيع واحد على أربعة تربيع أستخدم هاي المعادلة ما المعدل موزوم أربعة ثلاثة ثمية بوينت ثلاثة ثلاثة في واحد على سبعة تربيع اللي هو الوزن في الوزن زاد الأكس تربيع في بي تربيع على في وان زاعد بي تو زاعد بي ثري اللي هو واحد على سبعة تربيع زاعد واحد على تسعة تربيع زاعد واحد على أربعة عشر تربيع فتطلع عندي القيمة الأكثر احتمالية بهذا الشكل هي أربعة ثلاثة 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 سبعة متر إن أنا وراح راح أجي أحسب الفي إن أنا نفس الحالة راح تطلع لي هاي الفي وان هاي الفي تو هاي الفي ثري هاي ذي راح أربح وأضرب ها بالوزن الأول لأن لأن لان باع المعادلة ومالتي في تربيع بي في تربيع بي الثانية أربع أضربها بالبي والثالثة نفس الحالة فطلعت عندي 1.1 2.5 في 10.2 ناقص 5 على الآن نشقد هي عندي ثلاثة قياسات راح أقول ثلاثة ناقص واحد فيساوي لي بلاس ماينوس 2.3 7 ملي متر طلعت لبلي ملي متر لأنه أنا هنا حولتها بالملي متر أنا هاي لو محاولها بالمتر كان هاي طلعت عندي بالمتر أجي بالأخير الخطأ القياسي اللي هو sigma 0 على جذر P1 زاعد P2 زاعد إلى آخر شي اللي هو P3 فطلعت عندي بهالشكل اللي هي بلاس ماينوس 12.1 8 ملي متر أسسار عندي هذه هي القيمة الأكثر احتمالية وهذه وهذا هو الخطأ القياسي هذه في حالة أنه أنا عندي Multi-Set وأستخدم معادلة المعدل الموزول المثال الثالث لهو شوك أستخدم Error Propagation إن أنا هذا مباو عليه مثل ما قلنا السؤال هذا أنا عندي طول مسافة وهذه المسافة مقسمة إلى ستة أجزاء هذا الجزء الأول والخطأ القياسي هذا الجزء الثاني والخطأ القياسي وإلى ستة شون أجي أتعامل إياها أجي أخلي هذه المعادلة تراكم الأخطاء هذه رح تحسب لي رح تحسب لي الخطأ القياسي الخطأ القياسي لهذه الطول الكلي فأجي هذا الطول من واحد إلى ستة شو رح يجي نحسب الطول الكلي رح أقول أكيد X1 زاعد X2 زاعد X3 X1 هي الساوي لي اللي هي الساوي لي جزء الأول X2 هي الجزء الثاني والحد الستة اللي هي الجزء السادس فصل عندي هذه المعادلة مالتي طلع هذا الطول بهذا الشكل فأس نجي الخطأ القياسي للطول الكلي يتم إيجاده بتطبيق قانون تراكم الأخطاء اللي هو هذه المعادلة مالتنا فأس نجي نفسرها هاي شنو هذه المعادلة هنا اللي موجودة فأس هنا يساوي للخطأ القياسي مال القياسي الغير مباشر يعني هس هنا إذا نحك على هذه المعادلة فرح يطلع لي هي قيمة الخطأ بهذه المسافات كلها نجي البارشل F على البارشل X1 هذا المشتق الجزئية لقيمة المتغير واحد وهنا الفانكشن X2 اللي هي شنو اللي هي الخطأ العفو المشتق الجزئية للمتغير الثاني وهكذا إلى الأخير فهنا ها هنا رح نجي نستخدم المعادلة لمالتنا رح الصيد المشتق الجزئية تربيع في الخطأ القياسي مال المتغير الأول زاد المشتق الجزئية مال المتغير الثاني تربيع في الخطأ القياسي مال المتغير الثاني تربيع إلى جقل عندي متغيرات هنسا بمثال الثاني الى الستة ام بالضبط ازهنا حسب المعادلة من اشتق بالنسبة لل زوجاء من الي العذر umasي محتي efendim quality الي واحد، من هذه المفتوس عندما هل هجين محتي اعوضوا بمكانها واحد في الخطأ القياسي ما للأكس وان تربية اللي هوش قد هنا عندنا بالمثال او بوينت او فور فور زاعد همينا اجي ما المتغير الثاني هم طلع عندي واحد همينا نفس الحالة في الخطأ القياسي ما المتغير الثاني اللي هو او بوينت او او بوينت او ثري وان وهكذا الى الاخير هنا هight هنا انا بها تربيع فشور راح عجياني اشيلي التربيع راح اجذر فاامبن اي راح اجذر راح طلع عندي بهذا الشكل راح يصير عندي ما معناه ه cooling وان او ما الا معنى بعد بالمعادلة لما انتهي راح يصير الخطأ القياسي تربيع زائد الخطأ القياسي تربيع زاعد الخطأ القياسي لحد العشقى فطلع عندي الخطأ الخطأ المتراكم بالمسافة من واحد الى ستة طلع 0.15 متر ولهذا نجي حسبنا القيمة الاكثر احتمالية والخطأ القياسيين حسبت بهذا الشكل بس نجي على هذا السؤال شوي نصعب الاسئلة بس من نجي هنا هذا السؤال الشو رح ينحل عندي هنا عندي هذا الشكل مقيوس المسافة AC مقيوسة ثلاث مرات واحد ثلاث مرات ومنطيني الزوايا هي والخطأ القياسي مالتها زاوية A وزاوية C وزاوية B منطيني كل وحدة والخطأ القياسي مالتها المطلب الاول شي يقول لي احسب القيمة الاكثر احتمالية والخطأ القياسي AC الخطأ القياسي المسافة القيمة الاكثر احتمالية هي المسافة AC والخطأ القياسي حسنا باوع شنو اللي عندي موجود عندي على AC عندي هذه واحد مني ثلاث مرات واحد حاجي قبل ما اجانا حل هذه المسافات لازم اخلي في بالي انهاني موجود عندي اغلاط بالقياسات وباوع عليهم أكون وحدة بيهم ما إلهي علاقة بيهم وباوع عليهم ذنة ثلاثة هنا ما بيهم مشكلة لأنه إذا موجود عندي غلط بالقياس أكون وحدة بيهم تختلف فلازم ألغيها أكون موجود خطأ منتظم يعني الطول الحقيقي الطول الغير حقيقي لشريط القياس مثل ما حجينا نحن بالمحاضرة مالتنا هنا أنا هساني ما عندي نفس الحالة هما عندي الطول الغير حقيقي لشريط القياس فهذا ما معنى لا عندي أغلاط ولا عندي أخطاء منتظمة فتبقى عندي بس هنا أنا أكون موجودة أخلاط عشواعية شو رح نجي نحل لهذا السؤال رح نجي أولا نجي أي يليد ما عندي يحسب القيمة الأكثر احتمالية والخطأ القياسي والمسافة فأنا باوع عليهم أن نفس الوزن وما بيهم خطأ فهذا رح أجي أستخدم من الحالة الأولى أنه أنا أجمع حين كلهم وقسمهم على عدد فأطلع عندي بهذا الشكل اللي هي القيمة الأولى زائد القيمة الثانية زائد القيمة الثالثة على مجموحا اللي هنا ثلاثة وطلعت هاي القيمة الأكثر احتمالية وإن أنا الخطأ القياسي هو مجموع ال V تربيع رح أجي أحسب ال V وبعدين أربحها وبعدين أجمحها مو أجمحها وبعدين أربحها رح نطيني غير شكل فلابدل ما تسوي أحسب القيمة أربحها وبعدين أحسب المجموع أعمالتها بس نجي هذا هنا أنا همين رح نجي الخطأ القياسي لأي قياس طلع عندي بهذا الشكل وهذا هو القيمة الأكثر احتمالية ل الخطأ الخطأ القياسي لأي قياس على جذر N يطلع عندي بهذا الشكل البي شو رح ينحل يريد من عندي الهوريزنتال ديستنس AB والخطأ القياسي مالتها رح نجي هنا رح نجي نستقدم معادلة المعادلة هي شو تقول معادلة الساين لأنه أنا ش عندي عندي ذن الزوائل اللي منطيني منطيني الA ومنطيني الC ومنطيني البي منطيني القيام مالتين وكل وحده وياها خطأ قياسي أسه أجي شو اللي راح أستخدمه على الAC همين نفس الحالة أنا الAC حسبت من الفرع الأول هذه هي الAC هي والخطأ القياسي أنا حسبت من الفرع اللي قبله فأسه رح يصير هنا عندي تراكم أخطاء لأنه AB مسافة مع الAB هي مقابل الزاوية C وعندي الAC هو مقابل الزاوية B فهناشا راح نحلها راح نحلها بقانون الساين فرح يصير عندي ديستنس AB على الساين لزاوية C يساوي لي الD ديستنس ما للAC على الساين لزاوية الB ثم معناه الD AB اللي هي أنا أريدها راح يساوي لي الDAC في ساين الساين على ساين الB هاي هنا أنا هاي الحسابات إذا سويتها هاي طبع معناه حسابة القيمة الأكثر احتمالية يبقى عندنا الخطأ القياس الخطأ القياسي شراحي حسب راح أجي أخلي المعادلة مالتي مال تراكم الأخطاء لأنه داباو عاني القيمة مال الDAB أنا من حسابتها مو دايركت وإنما استخدمت معادلة رياضية فهذا ما معناه راح يصير تراكم بالأخطاء نتيجة وجود خطأ بالDistance AC وبالزاوية C والزاوية B فالمتغيرات مالتي اللي راح يصير اللي هي X1 والX2 والX3 هي شو تساوي لي هي تساوي لي الDAC هذا المتغير الأول المتغير الثاني اللي هي زاوية C والمتغير الثالث اللي هي زاوية B فرح أجي أشتق حسا معادلة مالتي هاي الأصلية معادلة الأصلية أجي أشتقها بالنسبة للDAC وأجي أشتقها بالنسبة إلى زاوية C وأشتقها بالنسبة إلى زاوية B فمن أجي أشتقيتها بالنسبة إلى X1 اللي هي Distance AC شو راح يبقى عندي هاي المعادلة المالتي اللي هي هذا أشتق الDAC راح يبقى عندي ساين C على ساين B فطلعت عندي بهذا الشكل أعوضها يطلع عندي هذا الرقم اللي هو المشتقة الجزئية مال المتغير الأول اللي هو DAC مشتقة الجزئية للمتغير الثاني اللي هو الزاوية C راح يطلع عندي راح أجي أشتق بالنسبة إلى C فمشتقة الساين هي راح يصن عندي كوساين فرح يصن عندي DAC في ساين عفو كوساين C على ساين B بهذا الشكل أعوض بالأرقام فطلع عندي هذا الرقم القيمة الثالثة اللي هي القيمة البي راح أجي أتعامل إياها راح يطلع عندي همين طبعا هذا شغل رياضي لأن سنته هنا بالمعادلة مالتي ساين ألف إذا أصعد هلي فوق راح أصن عندي مينوس راح أجي أشتق بالنسبة للمينوس وأشتق بالنسبة إلى داخل القوس فورما أجي أرتب هذه المعادلة مالتي سيصر عندي مشتقة جزئية اللي هي كوساين على ساين بالأخير يصف عندي كوساين على ساين فالشي يصير عندي ما معنى كوتاين الألفا فيصر عندي مشتقة الجزئية المتغيرة الثالث D.A.C في ساين C في كوتاين B على ساين B أجي عوضها بالأرقام وطلعت عندي هذه النتيجة أجي هذه المعادلة مالتي سأجي هسا من أن اشتق بالنسبة للمتغيرة الأول متغيرة الثانية متغيرة الثالث أجي عوض بهذه المعادلة بالأرقام فصارت عندي هسا هنا مشتقة جزئية مال متغيرة الأول اللي هي distance A.C في الخطأ القياسي مال distance A.C اللي أنا حسبت ها بالمطلب الأول هنا نفس الحالة بالنسبة المتغيرة الثانية اللي هو الزاوية مال C والخطأ القياسي مال هل هنا عندي منطنيا اثنية دقيقة وإلى الثالث اللي هي B اللي هي من اشتق ها والخطأ القياسي مال B هو 1.7 دقيقة أجي سأصفتها بهالشكل هذا بس أنت هنا بالنسبة لل DC وإلى الزاوية هذه هو المشتق الجزئية وهذا هو الخطأ القياسي مال منطنيا بالدقاء فلنجم أضرب في Pi على 180 لماذا أفعل هذا لأن سأصبح بالأخير هذا الخطأ الذي يطلع عندي هو الذي يطلع عندي بالأمتار فوحدات الطول بالزوايا هو نظام هو نظام الراديان فما أقدر أستخدم دقري أستخدم ويا وحدات أطوال إلا إذا أحول الديقري أحول الراديان لأن بالأخير ستطلع عندي الناتج هي وحدة طول فإن أنا 2 على 60 في باع 180 تربيع وهو الخطأ القياسي مال المتغير الثاني وهنا نفس الحالة 1.7 على 60 حتى تتحول للدرجات في باع على 180 تربيع هذا هو الخطأ القياسي مال المتغير الثالث هذا هنا الناتج مال معادلة طلع عندي بهذا الشكل هو الخطأ القياسي ورمج جذرته فصار عندي القيمة الأكثر احتمالية هي 199.407 والخطأ متر لننتهي محاضرتنا إذا كان عندكم أي استفسار فنكون موجودين نجاوبكم على استفساراتكم ومع السلامة